تعالوا تشوفوا مع بعض ازاي الكل يتركب ازاي نعمل سمك الدينيس بالويت سوس بالكريمة صانية بالبطاطس مش عايزها بالكريمة عايزها يشيف كده بالبطاطس بس وخلاص عشان ستطعامها حسب الرغبة ولكن هي اضافات وحسب دايما احنا ما بنحب عايزين الاكلة ده سمها بنحط كريمة لبانية قللت الده سمها بنرفع كريمة لبانية ولكن اللي يهمني الحشوة اللي انا هعملها وحطها جوة حباية الدينيس معانا يا سمك الدينيس الحباية بتعمل تقريبا 500 جرام معانا من التوابل مسترضة زبدة شبت توم ملح وفلفل بابريكا وشوية زعتر وطبعا البطاطس المتقطعة شريح معايا وزيت زيتون هي دي المقادير البسيطة السحنة تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي حلوة ولقيت الزعتر تماما اول حاجة بحط زيت الزيتون حباية الدينيس بتتنظف بتتشال الصدفة اللي على الوش ده لازم خلي بالك بتشتريه من سماك ايا كان من حلقة السمك بتوصيه يرفع لك الصدفة اللي موجودة على حبة الدينيس تبص عليها كده لازم تعمل ايدك العكس مش كده كده لقيتها تطلع في ايدك اعرف ان هي مش متنظفة عشان دي مشكلة عشان انا بيهمني الجلدة بتاعت سمكة الدينيس عاملة زي السلمون امو جاسري يا اخوانا محصورة ما بين الجلدة وضهر السمكة هي بتخبيها في الحتة دي ااو شايف السمكة ايا بالشكل ده كده والسمكة تتسبو شخصيتها دي كده ااو سمك الدينيس ااو متشيلش الخياشيم ولا تشيل اي حاجة قصد الزعالة بتاعتها وتتنظف من جوه بالشكل ده كده ااا يتشال عرق الزفارة ده بالنسبة لتنظيف سمك الدينيس ويشيل الخياشيم كل السمك معايا بالشكل ده كده ااو بتبص على دي كمان ااو زي الفل معانا مين يا فند ردينة يا ردينة ازاي كويس الحمد الله توم هاي سامعك يا رودينا تفضل اه 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 سامعك طيب وانت طيبة يا رودينا اه 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 انا عايزة طريقة المقادير العجينة بتاعة البيتزا مقادير عجينة البيتزا عادر عناية الاثنين اقول هالك دلوقتي علىوا حالا يا رودينا بيتزا تلت كبيات من الدقيقة المادة الدهنية بتاعتي اما زبدة اما زيت زيتون حسب الرغبة يفضل زيت زيتون الخميرة بتاعتي بناخد معلات بيكن بودر صغيرة مع الخميرة بنحطهم على الديق مية دافية معلات سكر عشان الخميرة تشتغل جوه العجينة بنعجن العجينة بتاعتنا بتمر بثلاث مراحل من التخمير المرحلة الاولى بعد العجين مباشرة المرحلة التانية بعد ما نفرتها في الصينية المراد ان احنا نحطها في الفرن يعني الصينية اللي انا حطها في رأس هدخلها الفرن بافرت فيها العجينة عشان ما ينفعش انقلها تاني واسيبها تتخمر تاني لمدة 15 دقيقة جوه الصينية عالل ولماذا هي كس التخمير ياشيف لا عشان البيتزا تاخد شكلها الدائري وبعدين لما ترتفع اقدر ان انا حط التوبنج بتاعها جوه العجينة واسيب الطرف تقريبا سنتي داير ميدور زي محلات البيتزا ويبقى شكلها لطيف وبعد كده لحط التوبنج اللي احنا عايزينه من السلس الطماطم وياما نعملها بالجنبري يعني نعملها بالسوسيز يعني الاحما المفرومة ياما الفراخ الخلطة اللي فيدي الكريم الجميلة الحلوة دي كده اللي ساعد على انها تبقى بالشكل ده كده التواب اللي انا حطيتها مع زيت الزيتون والتقليب الجيد بقى شكل كريمي كده اه باجيب حباية الدينيس بتاعتنا نبص عليها كده واجيب سكينة صغيرة اللهم اصلى على النبي وعلى كف في ايدي كده وبقى طاحة من هنا كده اه لغاية لما اجل السلسلة السلسلة بتاعت السمكة يهمينها اوصل لها بالشكل ده كده اهو السلسلة دي قوي ليه عشان التدبير اتخش عندي السلسلة وما جيش اكل الدينيس الاقي فيه دم بين السلسلة وبين اللحب بتاعها ده مطلوب اهو الشكل ده كده زي الفلو تعملها على بلانشة تعملها على كف في ايدك زي ما انت عايزة واخد الخلطة دي كده عم تشيف وامسك اللحم الدينيس من جوه كده بالشكل ده كده مش لازم بقى نحط ايه طماطم وبصل نقلبها بوري لا نخلي السمكة كده عزيزة واخدى الطعم ونجي كده في الشقة اللي احنا فتحناها ناخد من الخلطة دي كده شفت الجو ده كده انا عايز احافز على شكل حباية الدينيس لونها الحلو اللون الفط دي مع الرصاصي مع الجو بتاعها ده كده السلفر ده كده اه زي الفلو انا حطيت الخلطة ما بين اللحم او الضهرية بتاعتها والشوكة اللي في النص وما بين بطنها اللي جوه والخيشين بتاعتها بالشكل ده كده واحطاها هنا جنبي ناخد اللي بعدها اه حل واحدة واحدة اه اللي ما خدش باله من الاولى ياخد باله من التاني اجي في النص كده اه الخلطة دي اه واجه هنا نفس الكسة اه اللهم صلى عن النبي واجه هنا اه معايا طاصة على النار بتسخن او صنية على النار سخنة جد خلي بالك اه ومعايا بطاطس متحمرة جاهزة الخلطة هيت باخدها في ظهر السمكة الخلطة دي تاني عبارة عن هي اشي في مصطر ده توم زيت زيتون ما حطيتش لمون انا خلي بالك اللمون مش هتحطي دلوقت اللمون هتحطي بعدين مع الزبدة اه السمكة دي تسويتها اسمها يا عم الشيف دينيس مشوي بالزبدة والليمون مع البطاطس اه تاني كده اه الفتحة دي مهمة جدا على فكرة بتجيب الدم اللي ما بين سلسلة السمكة وما بين اللحمها وبضمن ان التدبيلة دي تخش جوه لحم السمكة الابيض اه وخلي بالك بلاش بصل ناي جوه السمكة دي او خضرانية علشان ما تقلبش على بوري او على بولتي انا عايز اخرج من الجو ده اه اخد التدبيلة دي كده اه السمك هنا جاهز نبص عليه كده اه وكتتبليه من بالليل وتحطيه في التلاجة قبل ما تروح الشغل بالتدبيلة دي كده ملاحظيني السمكة تدريس بشكلها اه زي الفل واشيل ده من هنا وحط زيت زيتون في قلب الصينية حلو قوي بالشكل ده كده ده الطبيعي معايا من الروزماري عدين حلوين بحطوا منها كده الله عليك يا عم الشيف واخد السمكة دي نز بتاعنا ده كده امسك السمكة من دي لها تعالي يا حلو اي 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 او با او ده اه نفس القص اي زي الشكل ده كده اه اخدها كده وتنزل كده اه والموضوع هنا نفس القص اه الله مصلى عنك شوية الصوص دول انا عايزهم الله مصلى عنك قدامكم اه قدام اي 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 دول ما يترموش اه واخلوهم جنب كده زي الفل ونفس البتاع اللي كنت شغال فيها من شوية كسرولة بتاعت اه ده المطبخ اه 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 زي ما انا شغال كده اه شوف انا هعمل اي دلوقت اه حلو اه السمك الدنيس على النار الدنيس بياخد الصدمة النارية السمك حضرتكم شايفين كده مش بضيف اي حاجة خالص اصبط النار بتاعتي عشان ده يسا يخش الفرن حاضر اه و بس قلبوك كده مع بعض عناية حالا دلوقتي هقول لك اه خلاها هنا اه بعمل حركة لطيفة دلوقتي قبل ما بنزل بالصوص بتاعنا اللهم صل على النبي ايه المطلوبة عم تشيف اه واحدة واحدة كده اه بقلبة كده اه السمك دي في تقلب كده اه ايه الحلوة دي يا شيء ايه الجمال ده و نفس القصة اه اهو و نفس القصة اهو اهو في قلب الطاصة ما جيبناش حاجة من برة السورة الحلوة اهو هاخد الخالطة الحلوة دي كده تاني اللهم صل على النبي معايا بطاطس يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي اه البطاطس دي متحمرة في الزيت مسبقا فارسها كده في قلب الصينية جنب السمكة الحلوة ودايما يقول لك من جور السعيد يسعد اهو انا مطلوب مني اطلع فاصل بس مش عايز اطلع فاصل غير لما حضر دي واجهزها عشان ادخلها الفرن شفت حباية الدينيس مبسوطة ازاي اهو نعيم البطاطس جنبية حاضر يا فاندي حاضر يا فاندي يا مسهل حلو الكلام اهو زي ما انا شغال كده هعمل ايه عم الشيف باخد الخلطة الحلوة دي كده زي ما هي يلا معاه صلي عالحبيب قلبك يتيب اهو بدخلها الفرن في درجة حرارة مية وتمانين نبص عاللزانيا ونصلي عالحبيب قبل ما اخش بالدينيس نبص عالفرن الحلو ده كده قبل ما اخش بالدينيس جيب لي اللزانيا من قلب الفرن الله يوفاك اهو اهو اللهم يصلي عالنبي يلا ايه الحلوة دي ايه الجمال ده اهو خريطة الوطن العربي على قلب اللزانيا اللهم يصلي عالنبي هندخل الدينيس بتاعنا اهو يلا يا فاندي اهو يلا من جنب الفرن الفرن يحتوي على دينيس مشوي زبدة وليمون ومعانا طبق لزانيا او طاجن اللزانيا بسيفون اه شديدة الحرارة بحطي فيها معلقة زيت صغيرة بحزيني ان انا مجيتش جنب السمك اه زبدة اه زيت زيتون في الطاس اه واسيب الزبدة دي توسيح بحط عصير اللمون شايفين الجو ده كده اه ده اللي سمك الدنيس بحط شوية زعتر واقلب كده بحط شوية مسترد ده اللي سمك الدنيس اه واقلب كده اه شفت الجو ده كده اه اه واجيب سمك الدنيس من الفرن دي التركاية الاخيرة اه اللهم صلى على النبي هتعمل ايه عم الشيف صلى على الحبيب قلبك يوتيب بعمل حاجة لطيفة اوي ايه هي واحنا مع حضراتكم كده واحدة واحدة اللهم صلى على النبي اه باخد شوية سوس منتقى بص بص التركاية دي اه 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 علي عينك يا تاجر اه البهريز اللي نازل ده كده البهريز اللي نازل بالسمك والتدبيلة اللهم صلى على النبي الله ينور على الاخراج واخد السمك زي ما هو كده اهو. واحطه هنا. الله. قدام عينية. رحيات عينية. واخد الخلطة اللي انا عاملها دي كده زي ما هي. اهو. بحط فيها شوية كرفس. شفت الجو ده كده اهو. وخليه يغلع النار شوية. ما انا قلت لحضراتكم. احنا هنسيب سمك الدينيس للضيوف. وناكل احنا البطاطس الحالوة. على فين يا شيف. اهو. يلا يلا غالوة. يلا اهو. 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 سمك الدينيس المشوي بالزبدة والليمون. الف انا وشفال اللي يأكل.